أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال زيارته أمس إلى مقر وزارة الدفاع الوطنية أن السيادة الوطنية تتصان بالارتكاز على جيش قوي مهاب واقتصاد متطور وفي ذات المناسبة نوه الرئيس تبون بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبية كما أشاد بحرص الفريق أول السعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وسهره لضمان الجاهزية القصوى لقواتنا المسلحة حيات نتعى الشهدات على الجزائر اللي خلاوا الجزائر اليوم مستقلة وخلاوا الجيش نتعى حقاوي وسيتقوى أكثر لحماية هذا الاستقلال وشاكر كثير الوحدات وشاكر الجوالات التي يقوم بها السيد الفريق الأول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي تصاهر على جاهزية الجيش رئيس الجمهورية السيد عبد المجيتبون التزام الجزائر الثابت واللا مشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والسحراوية في حق تقرير المصير نسيان أو تناسي أن فيه شعب يسمه شعب فلسطيني وممكن يقوم بدولتها فلسطين يمحوا كل شيء فلسطين يجب أن ترجع دولة والتنازلات التي أعطوها فيها كفاية وضعوا السلاح فاتوا على أسلو فاتوا على كومف ديفيد قبل أسلو أن الأول يجعلوا دولتهم قد الصحراء ما هي متوجهة نحن الشعب الصحراوي يجب أن يستفتاء لديه استقلاله أو يقرر قرار أخر وكان الشعب الصحراوي يقرر لا يجب أن يقرر في بلاد ووجت الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني خلال مراصم اختتامها بالتوقيع على محضر محادثات لتعزيز تعاون الثنائي وتوسيعه إلى مختلف القطاعات وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم وقع المحضر كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والوزيرة التركية للأسرة والخدمات الجماعية ماهينور أوزديمير جوكتاش وقعت الجزائر وتركيا مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني للبلدين يأتي ذلك في إطار زيادة وطيرة الرحلات الجوية بين الجزائر وتركيا إلى ثمانين رحلة أسبوعيا لكل طرف وجاء ذلك خلال أشغال الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة الحكومية الجزائرية التركية لتعاون الاقتصادي والعلمي والتقنية برئاسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزديمير جوكتاش بالعاصمة التركية أنقرة وصل عدد الاتفاقيات المبرمة على هامش معرض المنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريطانية نواكشوت إلى عشر اتفاقيات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونضرائهم الموريطانيين في عدة مجالات تجارية واقتصادية وتم أمس على هامش اختتام طبعة السادسة للمعرض التوقيع على اتفاقياتي تعاون جديدتين يتغلق الأمر بتوقيع شركة إيناب فرع شركة القابضة للتخصصات الكيموية اتفاقية ثانية لتسويق مواد الدهن والورنيش مع الشركة الموريطانية موري بانت وتوقيع المجمع العمومي ديفانديس اتفاقية جديدة مع متعامل اقتصادي المدير العام لمجمع سونالغاز مراد عجل أمس مع السفير الإيطالي بالجزائر ألبرتو كوتيلو سبل تعزيز التعاون بين المجمع والشركات الإيطالية وبالمناسبة عبر الطرفان عن رغبتهم المشتركة في تعزيز التعاون الثنائية في مجال الطاقة خاصة فيما يتعلق بالترابط الكهربائي من خلال إنشاء خط كهربائي بحري يربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا بمشاركة الشركات الإيطالية في تجسيد برنامج الانتقال الطاقوي ونقل الخبرات في مجال الكهرباء والغاز لا سيما من خلال التكوين ترجمة نانسي قنقر